أبلغ رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون التزام بلاده بالابتعاد عن الأزمات مشيرا إلى أن الديمقراطية ستتمثل في الانتخابات القادمة وطلب الحريري من تيلرسون العمل لإبقاء الحدود الجنوبية هادئة مشيرا إلى رغبة لبنان بوقف إطلاق نار دائم مع إسرائيل من جهاته شدد تيلرسون على ضرورة تمسك المسؤولين اللبنانيين بسياسة نئي بالنفس عن الصراعات في المنطقة مشيرا إلى أهمية الوصول إلى اتفاقية في مسألة الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان واقترح تيلرسون على القيادة اللبنانية حل النزاع المتعلق بالحدود البرية مع إسرائيل من خلال عملية تبادل أراضي في 13 نقطة متنازع عليها يأتي هذا في إطار زيارة رسمية قام بها وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إلى لبنان اليوم في إطار جولته الشرق أوسطية بما يتعلق بحزب الله اعتبر وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أنه لا فرق بين الذراعين العسكري والسياسي لحزب الله باعتباره منظمة إرهابية واعتهم تيلرسون حزب الله بتصعيد النزاع في سوريا والمنطقة مشددا على ضرورة أن يوقف حزب الله نشاطاته في الخارج واعتبر تيلرسون أن تنامي ترسانة حزب الله وطوروته في الصراعات الإقليمية يهدد أمن لبنان في سياق آخر أعرب تيلرسون عن دعم واشنطن للقوات الدولية العاملة في لبنان كما أكد عمل بلاده مع الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية والقاعدة وكان قد صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنامي نتنياهو أن إسرائيل ستتخذ كل الإجراءات لمنع تموضع إيران على حدودها الشمالية حزب الله لا يشكل قلقا فقط للولايات المتحدة بل يجب أيضا على الشعب اللبناني أن يساوره القلق إزاء أعمال حزب الله وترساناته العسكرية المتنامية ما يقود لبنان إلى مشاكل غير مرغوب فيها ولا تفيده إن انخراط حزب الله في الصراعات الإقليمية يهدد أمن لبنان وله آثار تهدد الاستقرار في المنطقة ترجمة نانسي قنقر